اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدوي بالتعاون مع مؤسسة دبي للآلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء نقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده نطرح فيها مختلف الموضوعات الطبية التي تشغل بهل الجميع لكي يكون يعني بشكل أو بآخر ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وفي هذه الحلقة سوف نتناول عديد من المواضيع لكن قبل ذلك دعونا نتوجه بالتحية لمخرجنا في هذه الحلقة خالد محمد سليم وفي التنسيق معنا الأخت أشواق مسد والأخت نور نزار وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي طبعا مثل ما عودناكم مع اشراقة كل صباح نطالعكم بأهم الأخبار التي خرجت في وكالات الأنباء المحلية والعالمية بداية مع هذا الخبر الذي يقول صحة دبي تواصل بث رسائلها التوعوية عبر نور وسمى دبي تواصل هيئة الصحة في دبي ضمن جهودها المستمرة لرفع وتعزيز التثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع بث سلسلة من الرسائل التوعوية اليومية والمشاهد التلفزيونية عبر قناتي نور وسمى دبي بهدف ترسيخ مفاهيم وأنماط الحياة السليمة لدى مختلف الفئات العمرية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة وحرصت هيئة الصحة بدبي خلال الحملة على إيصال رسائلها التوعوية لكل أفراد الأسرة بأسلوب حواري شائق وسهل بين طبيب مختص وشخصيتين هم سلامة وسعيد التين استوحتهما الهيئة من رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الصحة والسلامة والسعادة للجميع وتتضمن المشاهد التلفزيونية القصيرة العديد من المضامين والحقائق العلمية التي تركز على الوقاية من مختلف الأمراض وتفادي المضاعفات السلبية لها من خلال توضيح أسبابها وأعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها والتعايش معها في خمر آخر الفراكتوز يهدد الكبد والكلسترول يدمر خلايا الذاكرة كشفت الدراسات الطبية الحديثة في السنوات العشر الماضية أن هناك علاقة مباشرة بين الغذاء ونقص الهرمونات والالتهاب الصامت لأنسجة الجسم وبين ظهور واستمرار الأمراض المزمنة المتعلقة بالتقدم في العمر كالسكر من النوع الثاني وكذلك أمراض شرايين القلب والمخ وحدوث البدانة والزهايمر والسرطان وفند الدكتور أحمد الفول خصائي طب وصحة المسنين ومكافحة الشيخوخة بمستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي في حوار أجرته البيان الصحي نسيت أخبركم أن البيان الصحي اليوم في عدد الجديد تم إطلاقة مع صحيفة البيان اللي حاب يطلع على هذه المواضيع من خلال البيان الصحي يمكن أن يشتري الجريدة اليوم أو يحاول يشوف الجريدة وبيحصل ملحق البيان الصحي أو من خلال زيارة الموقع www.albian.ae وفي آيكون خاص بالبيان الصحي نرجع حق الخبر يقول الدكتور أحمد الفول الكثير من الأشياء المتصلة بالغذاء وتحولاته داخل الجسم والأمراض المرتبطة به في وقت أكد وجود أخطاء شائعة في أنماط حياتنا الغذائية وصورة ذهنية غير صحيحة نتقبلها على أنها من المسلمات والبديهيات رغم خطورتها على صحتنا العامة طبعا هذا كان في حوار مع البيان الصحي تقدرون تطلعون على كافة المواضيع والمعلومات التي ذكرت الدكتور أحمد من خلال هذا الحوار في خبر يقول 39 مرض تكشف عنها صحة دبي للأطفال حديثي الولادة يطبق مستشفياء لطيفة ودبي برنامج الكشف المبشر المبكر الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة عن اليوم الثالث من عمر الطفل وذلك رضامان صحة وسلامة أجال الغد ويتم الكشف عن طريق أخذ عينة صغيرة من الدم بوخز كعب القدم وتوضع على ورقة خصوصا بعد الفحص حيث يتم إرسالها إلى المختبر للتحليل ومعرفة مدى وجودة الأمراض المختلفة وفي حالة خروج الطفل من المستشفى قبل 48 ساعة يتم إعطاؤه موعدا في أقرب مركز صحي لمكان إقامته لأخذ عينة الفحص صباح جل الله بالخير أشواق ويتم إختار أهل الطفل بالنتيجة وتحويل الطفل إلى المستشفى والطبيب المختص لبدء العلاج حسب نوع المرض ويبلغ عدد الأمراض التي يتم الكشف عنها 39 أمراض تشمل الأمراض الوراثية والجينية والأمراض التي تمثل اضطراب التمثيل الغداء واختلالات الغدة الدراقية والأنيميا المنجلية واختلالات الغدة الكذرية الخلقي واختلالات الأحماض الأمينية والعضوية والدهنية وغيرها ويقدم البرنامج العلاج الفوري مناسب للأطفال الذين يتم اكتشاف أي من الأعراض لديهم لتجنيب الإعاقات الجسدية والعقلية التي قد تؤثر على تطور الطفل العقلي والجسدي بصورة يستعصي معها العلاج مستقبلا هذه حقيقة من المواضيع المهمة التي تقوم بها هيئة الصحة بالنسبة للمواليد الجدد الآن خبرنا الغذاء اليوم خبرنا الغذاء عن الزنجبيل وأنه واحد الشباب دائما يسميه القنزبيل يقول عنه يقول الزنجبيل كشف علماء الأمريكيون أن الزنجبيل يعد أهم الأعشاب الطبيعية لما يملكه من فوائد عديدة وقدرات مذهلة في تخفيف الألام وعلاج الكثير من الأمراض إذ يحتوي على مركبات متنوعة ومفيدة جدا لأعضاء الجسم المختلفة ويساعد الزنجبيل في الوقاية والعلاج لكثير من الأمراض حيث يستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي كما أنه يستخدم للبشرة والشعر وتكمن فائدة الزنجبيل للشعر في مادة الكرياتين الموجودة فيه فهي ذات فوائد عظيمة للشعر حيث أنه يحمي ويقوي فروة الرأس ويزيل القشرة الموجودة في الشعر ويساعد الزنجبيل الأخضر في عملية حرق الدهون عن طريق زيادة سرعة عمليات الأيض وتعزيز عمل وإفراز الأنزيمات الهضمة وبالتالي يسهل الهضم ويعزز الامتصاص ومن فوائد الزنجبيل الأخضر أيضا أنه يساعد على خفض مستويات الكولوسترول في الدم وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين والدورة الدموية وأشارت الدراسات إلى أنه من خلال تناول الأشخاص للزنجبيل فقد يتم فقدان ما يصل إلى عشرين بالمئة من الدهون أكثر من الذين لا يتناولونه على فكرة الموضوع هذا أنا شفته على أرض الواقع يعني عندي واحد من الشباب عنده دلة زنجبيل كل يوم يشرب منها وشفت أن وزنه نزل خلال شهر يعني بشكل ملحوظ فالحين علميا أثبته هذا الموضوع فعموما عليكم بالزنجبيل وحتى شباب الإعداد نحن نبغي حلقة عن الشعر بما نأي من موجود معانا نزل فنبغي حلقة نسويها حتى عن الشعر وتساقط الشعر فشوفونا متى هذا الأسبوع ولا الأسبوع الياي عموما نحن الحلقة عندنا اليوم فيها مواضيع وايد جميلة وفي إنجاز تحقق لهيئة الصحة بدبي يعني نهاية الأسبوع الماضي خلونا نتعرف على هذا الإنجاز ما نخبركم عنه وشو أهميته وكيف حصلنا على هذا الإنجاز وشو الخدمات اللي تقدم في هذا المكان اللي حصل هذا الإنجاز لكن من بعد ما نوقف مع فاصل قصير وما نرجع لكم فتموا يا أنا لا تروحون بعيد صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعيني الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للألام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي في مسجاني يقول لا ننكر أن هيئة الصحة بدبي تقوم بدورها التوعوي منذ سنوات طويلة لكن السؤال هل أدت هذه التوعية دورها في زيادة الوعي الصحي والسؤال الأهم هل تقوم هيئة الصحة بدبي بقياس أثر مبادرتها التوعوية بأساليب علمية لنعرف إن كنا نسير على طريق صحيح أم أن على الهيئة إدخال تعديلات في أساليبها التوعوية أبو عبد الله أبو عبد الله خلنا نسمع هذا الفلر نزيل وبرجع لك الكرة الأرضية كلها وزنها يجيد من عام 1908 لليوم زاد عدد الإمتعام بالعالم أكثر من الضعف وتخيل يا سعيد أن الحين كثرة الأكل تقتل الناس أكثر من قلة الأكل حاليا أكثر من ملياري إنسان وزنهم أعلى من المعدل بينهم 600 مليون مصابين بالسمنة ها؟ إيه 600 مليون بحلول العام الجاري أكثر من ثلاثين البالغين بالولايات المتحدة الأمريكية عندهم وزن زايد أو مصابين بالسمنة أما عندنا في الإمارات فتعرفون أكثر مني وصيروا على أي فود كورد في المول عشان تتأكدون المصيبة إن أسرع معدلات انتشار السمنة بين الأطفال حاليا عدد الأطفال تحت سن الخمس سنوات والمصابين بالسمنة قرب من الخمسين مليون المشكلة ما عادت حصرية بالدول الغنية لكن انتشرت أيضا في البلدان النامية خاصة في المدن لدرجة أن سمنة الأطفال فيها أعلى بـ 30% من الدول الغنية شون سوية دكتور؟ الجواب بسيط أكل صحي ومتوازن وشوية رياضة وتمارين توعية الأطفال بس شو رأيك سعيدة السبن الحلاوة بهالتفاحة؟ عساكم دوم صحة وسعادة صحة وسعادة شفت يا أبو عبد الله نحن دائما نقول عساكم دوم صحة وسعادة نحن نطرح هذه المواضيع لأهميتها طبعا هناك دراسات لقياسة المبادرات التوعوية ونطرحها بأساليب ومنهجية علمية مع مؤسسات عريقة مثل مؤسسة دبي للإعلام فالفكرة فكرة التوعية جدا ضرورية ويجب أن نستمر فيها عموما نرجع حق موضوع حلقتنا اليوم مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب يحصل على الاعتماد الدولي تشير التفاصيل لأن مختبر مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب حصل على شهادة الاعتماد الدولي من الهيئة الكندية لاعتماد مراكز الإخصاب ليكون أول مختبر تخصصي من نوعه على مستوى شرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد طبعا نحن نركز على هذا الموضوع بشكل مفصل من خلال ضيوفنا عبر الهاتف معانا الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشعات في هيئة الصحة بدبي وفي الستوديو معانا الأستاذ أهنة طحوارة مساعد مدير مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب حياكم الله معانا سهلا الله يحييكم سمحي لي أستاذ أهنة أنا ببلش مع الدكتور أحمد وبتكلم عن هذا الاعتماد دكتور قبل ما نطلع أو ندخل في موضوع مركز الإخصاب نبغي أن نعرف ما الذي يشكل هذا الاعتماد الذي حصلتم عليه اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اليوم نحن سعداء بحصول المركز على الاعتماد الكندي كأول مختبر إخصاب وعلاج العقوم على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الخريج العربي وعالميا هذا يشكل نقلة كبيرة جدا للمركز حيث تم بهذا الاعتماد تشكيل ألو معك دكتور أسمعك نتيجة هذا الاعتماد وصل الحمد لله هذا المركز إلى مستويات عالمية وثقة عالمية كبيرة جدا فصار محط أنظار عدد كبير من المرضى سواء داخل الإمارات أو خارج الإمارات ويؤدي كذلك إلى تشكيل طريق كبير إلى موضوع الخدمات العلاجية وصياحة العلاجية في الإمارات دكتور هذا الاعتماد جاء بعد عملية من التقيق والمراجعة من مختصي الهيئة الكندية لإعتماد مراكز الإخصاب واللي ركزت في كافة جوانبها المهنية والتخصصية والتقنية والأجهزة والمعدات الطبية للتأكد من مدى التزام المركز بتطبيق متطلبات وشروط معايير الاعتماد الدولي إذن تم التدقيق على كل هذه المواضيع الآن هناك العديد من المراكز والأقسام اللي حصلت بالفعل على الاعتمادات الدولية عندنا في الهيئة حدثنا عنها مثل ما قلنا هذه إضافة كبيرة يعني الحمد للهيئة فيه اعتمادات كثيرة صارت للمستشفيات والأقسام الداخلية للمستشفيات الحمد لله المؤشرات العالمية المعتمدة في هذا المركز كثيرة ومعتمدة من ضمنها مؤشرات الأداء مثل ما قلنا نسبة النتائج نتائج الاخصاب والعلاج أيضا حقصة نقلة كبيرة مقارسة بالمؤشرات العالمية يعني دائما العالمية تقول لك مثلا أقل من 50% نسبة النجاح بس هم ما شاء الله يعني جاوزوا هذه النسبة حتى وصلوا إلى 60% في حالات كثيرة في الحالات اللي أقل عمرا الحمد لله جاوزت نسبة 70% فهذا أيضا يؤدي إلى توجه حدد كبير من المرضى إلى المركز للحصول على العلاج بكل يعني الحمد لله بثقة ورضا النتائج بتكون إن شاء الله باهرة لهم جميل دكتور ندري نحن خذنا من وقتك شوية وطلعناك من ميتنج لكن كلمة أخيرة تبغي تقولها عن فريق العمل داخل المركز اللي حصلوا هذا الإنجاز وكلمة تبغي توجيها للناس من خلال هذا الحوار وما نكمل بعدين استعادة إن شاء الله بداية أنا نتقدم بالشكر والتقدير على هذا الإنجاز الكبير لمعالي حميد القطار من رئيس المجلس المدير العام على دعم لا محدود المركز ونشكر كذلك كل العاملين في المختبار والمركز على جهدهم الكبيرة المبدولة يعني فترة طويلة ما شاء الله هم يعدون لتحقيق هذا الإنجاز ممكن أكثر من سنة كاملة وأيضا نوجه المرضى أن الحمد لله يعني الإجراءات والعمليات في المركز تجرى بأعلى معايير الجودة العالمية وبكل دقة وكل أمانة ونحقق دائما فيها حدثنا هو تلامة المرضى وتلامة الإجراءات الموجودة فيها بالتحقيق والنجاح الحمد لله رب العالمين الحمد لله دكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة في دبي نقول لك ألف مبروك وشكري لك هذه المداخلة شكرا جزيلا هياكم الله شكرا يا خوة مستمعينا خلونا نستكمل هذا الحوار عن تفاصيل هذا الإنجاز الدولي اللي قدرت تتحقق هيئة الصحة في دبي والمتمثل في حصول مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب على شهادة الاعتماد الدولي من الهيئة الكندية كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط استاذة هنا يعني ألف مبروك أول شيء وقبل لا ندخل في تفاصيل هذا الاعتماد عطينا نبذة عامة عن المركز وطبيعة عمله أولا أرحب فيك وأشكركم على هذا اللقاء السريع بمباشرة بعد حصولنا على الاعتماد يوم الخميس وهنا معالي حمير القطامي على حصول الهيئة لهذا الاعتماد مركز دبي للأخصاب طبعا مثل ما هو معروف المركز الحكومي الوحيد المتخصص في تقديم علاجات العقوم والأخصاب على مستوى الدولة حاليا طبعا ابتدت تظهر المراكز تخصصية في نفس المجال من القطاع الخاص فيعتبر بالنسبة أن نوع من التحدي والإنجاز مثل ما يقولون أن نحصل على هذا الاعتماد ونكون نهج أولي لهم لمتابعة تقديم الخدمات بما يتماشى مع توفير السلامة للمرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء فالهيئة الكندية الاعتماد المتخصصة يعني التحدي اللي واجهنا في أن نحصل على اعتماد دولي أن نحصل جهة متخصصة في اعتماد مراكز متخصصة لعلاج العقوم مش مثل الجهات اللي اعتمدت المستفيات مثلا فهذا التحدي واجهناه في خلال 2014 نهاية 2014 وتعاوننا مع بلدية دبي لحصر الجهات اللي هي ممكن تعتمد مثل هذه المختبرات وبالتالي توصلنا إلى قرار أن نحن نتعاقد مع هذه الهيئة وهي هيئة عريقة عالمية تم إنشاءها من 1958 وهي غير ربحية هدفها الرئيسي ومعاييرها تنصب بشكل تام على مسار علاج المريض من أي تزد بحيث أن يكون يتلقى العلاج بسلامة وأمن جميل طيب طبعا هم يعني دققوا على وايد أشياء في هذا الاعتماد من خلال التدقيق والمراجعة على الجوانب المهنية والتخصصية والتقنية والأجهزة والمعدات هنا أبغي أتكلم عن إمكانيات المركز من التجهيزات والطواقم الطبية الفنية والمساعدة نعم فعلا لما قررنا أن نحن يكون الاعتماد نحصل عليه خلال 2015 كان تحدي بالنسبة كبير أنه عندنا فترة زمنية مجرد عام فخلال هذا العام لازم تم مراجعة كل هاي الجوانب من حيث أجهزة من حيث موارد بشرية أو مواد أو إجراءات عمل فبالتالي عند زيارتهم الأولى تضمن هذا الاعتماد ثلاث زيارات ميدانية زيارة الأولى كانت تعريفية وتقييمية تم من خلالها وضع رفع تقرير بنقاط الضعف والجوانب التصحيحية اللي لازم نشتغل عليها خلال تسع شهور فقط لأنه فيها تايم فريم لازم نحصل على الاعتماد في نهاية 2015 و15 فبداية 2016 كان المفروض يوني قيمون إنجازنا فواجهنا تحدي أن نسبة 80% من الأجهزة لازم نقوم بتحديثها وتغييرها التحدي الثاني أنه لازم نستحدث مختبر يتخصص في العينات المعدية عينات المرضى المعدية ما كان عندنا مختبر شكل عام فبالتالي حاولنا أن نجهز هذا المختبر خلال هاي التسع شهور إضافة إلى إجراءات العمل من خلال مراجعة إجراءات العمل المعايير تنصب تحت محورين رئيسيين هو محور القيادة ومحور الإجراءات المختبر الإخصاب فبالتالي لقوا أن 50% من معايير محور القيادة منفذة بس الخمسين الثاني لازم نقديه يعني نغطيه ومختبر الإخصاب بما يعادل 70% من الإجراءات لازم نحدثها وتطورها فشتغل فريق العمل اللي يتكون من معظم فئات المركز وشكلنا لجان كل جريقودها دكتور تشتغل على سلامة المرضى إضافة إلى فريق العمل المختص في المختبر كل موظفات المختبر عملوا جاهدين صراحة ونحن كقيادة حاولنا أن ندعمهم بشتى الطرق من خلال التنسيق مع الإدارات المركزية وخلال الزيارة التجربية الثانية اللي هي كانت في شهر ثلاثة أنا هاي الزيارة بتكلم عنها بوقفني عند الزيارة الثانية لأن المخرج يقولي منطلع فاصل ساذة هنا ومنرجع منكمل الحوار مستمعينا فاصل ومنرجع لكم شاما صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعينا ما زلنا نتحدث أو نستكمل حديث عن تفاصيل إنجاز الدول الذي حققته هيئة الصحة بدبي والمتمثل في حصول مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب على شهادة الاعتماد الدولي من الهيئة الكندية كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط ومعنا في الستوديو مرة ثانية نرجع لتستاذة هنا طحوارة مساعد مدير المركز اللي بتكلمنا عن المقاومات التي يتميز بها هذا المركز وأيضا عن الحصول على هذا الاعتماد استاذة هنا نحن توقفنا عند الزيارة الثانية أو الزيارة التجريبية الثانية من خلال الزيارة التجريبية الثانية استطاع المركز أن يحددوا للمقيمين فعلا إحنا وين وصلنا خلال الفترة ثلاثة الشهور التحضيرية الأولى كل تركيز كان أكثر شيء على كيفية التعامل مع عينات المرضى مثل ما أنتم عارفين إحنا مركز يقدم خدمات علاج عقوم أخصابها بالتالي التعامل كل ينصب في عينات المرضى البشرية اللي هي بويضات وأجنة ونطف ذكرية فبالتالي حرص فريق العمل على تطوير الإجراءات في المختبر من حيث أخذ البيانات من حيث عمل المراجعات من حيث تخزين هذه العينات تطوير استخدام المواد بما يتماشى مع المعايير اللي هم حددوها على سبيل المثال إذا كان الإجراء يطلب خمس مراحل عمل رفعوها إلى عشر مراحل عمل بما يتماشى مع توفير السلامة للتعامل مثل مع هذه العينات فهذا الحمد لله اجتزناه بنسبة 100% خلال زيارتهم الأخيرة في شهر ثلاثة تستة وسبعة زارون للزيارة النهائية مبهروا بالإنجاز اللي تم خلال سنة يعني كانوا متوقعين أننا نحن ممكن نطلب تمديد ستة شهور زيادة عشان يمكننا من تحسين هاي الإجراءات الآن طالبونا نرفع من خمسة عشر إجراء إلى ستة وسبعين إجراء فبالتالي هذا الإجراء مش مجرد تكتبه هذا الإجراء لازم يتدرب عليه الموظفين موظفين اختبر بشكل كبير يقومون بالتدقيق عليه رقابة الآداء ومراجعتها ووضع الأمور التصحيحية هذا كل تم خلال آخر ستة شهور فبالتالي كان بالنسبة لهم انبهار يعني كيف أنتم قدرتوا تخلصون هذا الإجراء وأشكر صراحة فريق العمل اللي أصر على أنه ينجز وخذها نوع من الشالنج أنه لازم يواصل هذا التحدي جميل يعني أنتم ضعفتوا الإجراءات اللي موجودة عندكم اختهانا تقريبا أربعة ضعاف نعم 50% تقريبا يعني موجب التقييم الأول يوم يونا أول زيارة عطونا تقرير بنسب يبين إحنا وين واصلين كانت أقل من 50% في بعض الإجراءات اللي تخص المختبر هي صحيحة مش إنها ماب صحيحة بس لازم تطور بنسبة 100% علشان نغطي المعايير اللي هي تنصب في سلامة العينات سلامة التعامل مع عينات المرضى جميل في المختبر فبالتالي هاي الإجراءات مثل ما قلت لك تمشي في مراحل متعددة يعني إضافية تؤدي هذا بالتالي نزيد من التدقيق والسلامة نعم ويجاء إجراء التدقيق دوري مش دوري يومي لازم يتم على كل عينات تدقيق يومي من قبل رئيسة المختبر جميل جميل طيب الحين نحن تحدثنا عن روح الفريق الواحد اللي مكنت هذا المركز من تحقيق هذه النجاحات الاستثنائية طيب الآن بعيد عن الاعتماد خلينا نتكلم على أهمية وجود هذا المركز على مستوى دولة الإمارات بهذا المستوى العالي من الجودة طبعا مما لا شك فيه الناس دائما تبحث عن رفع نسب نجاح المحاولات الأخصاب فبالتالي نحن بهذا الاعتماد يؤدي إلى أن الناس زيط ثقتهم فينا من حيث التعامل مع عيناتهم أو تقديم العلاج بشكل عاملهم على أحدث المستويات ومن الملاحظة أن الإحصائيات في تزايد بالنسبة علاج العقم والخصوبة لمواطني الدولة في ارتفاع فمن الملاحظة أن من خمسين بالمئة خمسين بالمئة من زوارنا هم من دولة الإمارات فبالتالي هاي نسبة مش بسيطة وخمسين بالمئة من الإمارات من الدول المجاورة وأوروبا وأفريقيا لدينا نسبة كبيرة من سلطنة عمان ومن الأفريقيا تقريبا والدول الأوروبية فبالتالي نحن نتمنى أن نكون عند حسن ظنهم ونجتهد في أن نحن نطور من ساعات العمل لأن التحدي الذي واجهنا حاليا نحن مقادرين نستوعب عدد المرضى خلال الفترة الحالية اللي يقدم بها الخدمة فإحنا ساعات الدوام عندكم من سبعة ونص للهنتين ونص وبناء على زيادة الطلب ورغبة الجمهور نحن بصدد دراسة تمديد ساعات العمل إلى الساعة الخامسة فهذا بيكون إن شاء الله خلال فترة انتقاننا للمبنى اليديد بعد سنة ونص تقريبا أو سنة في حرم مستشفى لطيفة يالسين هيئة الصحة ما قصرات تعتمدت إن شاء مبنى لنا لأن المكان محدود بالنسبة لنا حاليا في مدينة بيت طبية ما يستحمل أن نحن نتوسع فبالتالي نحن نوعد المرضى أن نحن نكون عند رغبتهم ونحق لهم طلبهم في المبنى من خلال المبنى اليديد جميل يعني هذه من الخطط المستقبلية اللي نبشر فيها الناس أنه إن شاء الله يكون في مركز أو مبنى خاص لمركز الإخصاب في حرم مستشفى لطيفة نعم عقب سنة قلتيني تقريبا نحن حاليا في مرحلة الاستشارات الهندسية يعني يطلبون مننا المتطلبات ورفعناها لهم بصدد يحتاجون لفترة لأنهم يصممون ويراجعون وهذا بيتم إن شاء الله وفق المعايير اللي خدتوها من الاعتماد نعم أكيد أكيد جميل جدا وطبعا نحن هنا أنا يعني سمحيني الأختي أنا بتوجه بالشكر الجزيل لمعاني يحميد القطام رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهذه الصحة بدبي على تقديم السبورت أو الدعم في مثل هذه المشاريع فيما يصب للمصلحة العامة نعم يعني مثل هذه الاعتمادات حقيقة تأتي برؤية من الإدارة العلية نعم ودعم من الإدارة العلية لكافة المتطلبات اللي تحتاجها الوحدات الإدارية والمراكز المتخصصة في الحيئة برجع بتكلم عن المركز يا ترى يعني بعد هذا الاعتماد إلى أين نتجه غير المبنى اللي ديد طبعا نحن نحن لازم نحافظ على هذا المستوى ونكثف الجهود في أن نرفع مستوى رضا العملاء بشكل كبير في كل الجوانب بس مش بس في الجوانب الفنية حتى الجوانب الإدارية اللي هي تطلب أن نحن ننتقل نقلة إلكترونية 100% حاليا مركز الإخصاب بيصدد أن يكون عنده برنامج إلكتروني خاص فيه يشمل التسجيل يشمل نتائج المختبر فنحن في تنسيق مستمر مع إدارة تقنية المعلومات ونتمنى أن نقدر نحصل على البرنامج اللي تناسب مع هاي متطلباتنا لأن هذا بالنسبة نحن يعتبر تحدي لأن حاليا إجراءات العمل لدينا شوي محتاجة إلى تطوير في هذا الجانب فقط وتم تنبيه لهم من قبل لجنة الاعتماد بس يوم شافوا أن منظم الخطة التنفيذية لعام 2016 عطونا مهلة للإنجاز طيب الآن قبل لا أختم معاك الحوار يعني عندي كم موضوع أريد أن تكلم فيه أريد أن تكلم عن الزيادة التي شهدها في معدلات نجاح عمليات الإخصاب عن السنة الماضية يلي تتخبرين عن هذه الزيادة طبعا نحن سنويا عندنا تقارير من المختبر تطلع لمراقبة أداء نجاح عمليات الإخصاب ونسبة نجاح الحمل شهد المركز نسبة زيادة في عدد عمليات الإخصاب بما يعادل 10% فكان تقريبا عدنا 2014 760 عملية ارتفعت إلى أكثر من 876 حوالي ما يذكرني الرقم بس أنا متأكدة أننا بما يعادل 10% تم رفع معدل عمليات الأخصاب بالنسبة للنتائج النتائج تضاهي النسب العالمي وتفوق عليها نسبة النجاح خلال 2015 بالغد 57 مقابل 40 إلى 50 عالميا فنحن فقنا النسب العالمية بنسبة 57% أما بالنسبة إذا نفصلها على الفئة العمرية للنساء أعمارهم أقل من 40 سنة عدنا نوعين من العمليات الإخصاب وهو التلقيح المجهري نسبتها ارتفعت إلى 57% وأطفال الأنابيب إلى 67% فهذه يعني نسبة تجاوزة النسب العالمية إضافة إلى ممكن أذكر لكم هنا عندنا مثل ما تعرفون خدمات الفحص الوراثي وتحديد الجنس زاد عدد الحالات إلى 169 مقابل في خلال 2014 كانت ما تجاوزت الثمانين حالة فبالتالي من خلال استخدام هذه التقنيات و يعني زيادة الطلب عليها ارتفعت نسبة نجاح العمليات لهذه الفئة من الحالات إلى 57% اللي هم عندهم أمراض وراثية فبالتالي يستطيع المختبر انتقاء الأجنة اللي هي صالحة للترجيع فبالتالي يتجاوز نسبة عدم نجاح الحمل فهذا عندنا يعني فيه تركيز زيادة وطلب زيادة جميل يعني من التقنيات الجميلة اللي يتم اتباعها في هذا المركز طيب فيه شيء عالمي موجود اختي هنا أنتم ما يبتو عندكم في المركز في هذا المجال هو مما سألت هي مثل في بحودات يعني بعد تم اعتمادها وكذا مو موجود تحديد الجنس مش موجود عالميا موجود عندنا يعني نحن يوننا مرضى من اليونان مش مسموح يمكن في اليوم اليونان أو مش موجود يوننا مرضى يتعالجون عندنا لتحديد الجنس جميل من أفريقيا من فرنسا يعني أكثر الطلب من هذه الجهات بسبة توفر مثل هذه الخدمة طيب أنا يعني قبل أختم معاك أختي أنا أبغي منت تعطيني بس يعني مجموعة كلمات تبغي أن توجهينها في هذا المجال أولا للعاملين في المركز شو تبغي أن تقولي لهم أشكرهم شكر يعني صراحة كان تحدي كبير بالنسبة لهم أشكرهم وقولهم أثلجتوا صدورنا وبتسعدون المرضى بإذن الله طيب الآن للعاملين في هيئة الصحة في دبي وعلى راسهم معالي حميد القطامي طبعا أخص معالي حميد القطامي بالشكر الجزيل لأن سبحان الله يعني بمجرد زيارة وحدة وقف على جميع الاحتياجات اللي نحن نبغيها وقام بإعطاء التوجيهات لتوفيرها من خلال الإدارات المركزية وما قصروا وأخص بالشكر الجزيل إدارة شؤون إدارة الشؤون المالية لأنه ما كانت ميزانية أصلا للاعتماد فبمجرد ما رفعنا الطلب تم اعتمادها بشكل سريع وفوري إضافة إلى إدارة العقود والمشتريات أنك تشتري وتجهز مختبر بنسبة 80 إلى 100% في بعض الجوانب إنجاز جدا صعب أنه يتم خلال 9 شهور ففعلا بحكم هم رغبتهم أنه نحصل على الاعتماد إحنا قدرنا ننجز طبعا إضافة إلى إدارة الهندسة كانوا معانا في جميع مراحل الانتقال والتجهيز فأشكرهم وأتمنى إن شاء الله أن نكون حزن ضن الجميع وكل الإدارات وكل الإدارات طبعا بما فيهم إدارة الإعلام أبا أنت ريّات عاد لأن هذا لك يوبيا أنا في تواصل واستمروا ياهم تعرف سنة يعني ما كان شيئا أنا كنت في مستشفى لطيفة لأمييت مديرة المركز دكتورة ماري جون طبعا هي أخص الشكر دكتورة ماري جون كانت تاثق فينا بشكل كبير إننا نحن قادرين إننا نعطي فأول ما تم نقلي من مستشفى لطيفة على الآخر قالت هنا خلال سنة إحنا لازم نحصل على الاعتماد قلت لي ليش دكتورة سنة بحط الميزانية وبعدين السنة اللي عقبها قالت لا هذا تحدي كبير لأن استمرارية وجودنا في مدينة البيت طبية تطلب أصلا حصول اعتماد مختبر الخصاب على الاعتماد فبالتالي كان عندنا وقت محدد لازم ننجز فأشكرها على جهودها جميل طيب والكلمة الأخيرة تبغي توجهينا للمتعاملين معكم للمستمعين شو تبغي تقولي لهم طبعا أتمنى أن محدد يحتاج لعلاج العقم وما أتمنى أن حد يمر في مرحلة العلاج ولكن إذا صار فيه ظرف وأمر صحي يحتاج لوجودنا نحن موجودين ونقدم جميع سبل الراحة إن شاء الله وتسهيل عملية إجراءات التسجيل بشتى الضرق جميل كيف ممكن يتواصلون معاكم مختي هنا طبعا من خلال مركز بين الأخصاب عن طريق البدالة أو الإيميل الرئيسي لمركز الأخصاب اللي هو dgfcgov.ae أو الاتصال بالكول سنتر بهيئة الصحة اللي هو 8342 800 DHA طيب أنا يعني بس أبغي أقول لك ألف مبروك على هذا الإنجاز ونتمنى العديد من الإنجازات التي ممكن تتحقق في هذا المجال أستاذ هنا طحوار مساعد مدير مركز الإخصاب بهيئة الصحة في دبي نحن يعني ويد فخورين بالإنجاز اللي أنتو حققتوه ويد مستنسين بهذا الإنجاز ونتمنى الاستمرارية في العطاء بهذا الشكل ما نوقف هنا لنبغي الإنجازات تتوالى هو هذا الاعتماد مدة صلاحيته ثلاث سنين فخلال هالثلاث سنين بعد ممكن تكون فيه مراجعات وتطوير للعمل بعد ثلاث سنين هاي هدفنا أن نحصل على اعتماد للمركز بشكل عام الكلينيك ايريا هو تم يعني تقييمها بس ما كنا مطالبين لاعتمادها بشكل رسمي بس لما قيموا وضع العمل عندنا والإجراءات قالوا أنتوا ليش ما قدمتوا على اعتماد المركز لأنكم تقريبا تسعين بالمئة جاهزين فنحنا هدفنا الثاني حاليا أن نحصل على الاعتماد بشكل عام وإن شاء الله بتحصلون شكرا جزيلا شكرا شكرا على استضافتكم شكرا جزيلا هني أجمعتها خيرا بنتقل لرسالة يعني أبو عبد الله هذه الرسالة الثانية التي تتكلم فيها عن الفلر اللي اللي سوتها هيطة الصحة واللي تعرضها في كل وسائل الأعلام يعني أنت أنت قاعد تقول بالضبط فاصل التوعي اللي سمعتها كان رائع لكن المشكلة يا أخي الكريم أن السعيد في إجازة هذه الأيام والآن هو ووالدته نائمان فلم يسمعا فاصل التوعية الرائعة التي أنفقت عليها الهيئة الكثير من الوقت والمال لكن سمعتها الخادمة التي تعد التي تعد الغذاء والتي لا تفقى شيئا عن التغذية الصحية بو عبد الله بو عبد الله هنا أنا أبغي أقول لك شغلة أنزعين أول شي أنت سمعت هذا الفلر أتمنى أنك أنت استفدت منه وويدين غيرك سمعوا وأتمنى أنهم استفادوا منه وعلى فكرة الفلر هذا يعني أنا ما أبغي ما أبغي تكلم عن التكلفة المالية للأمانة ولا ما في داعي ما في داعي لأنه أبدا ما يحتاج لأنه رسالتك أصلا روحها قاعدة تتكلم عن نفسها فو عبد الله خلنا نشوف الدنيا بإيجابية خل خل عندك يعني النظرة التفاؤلية دائما بأن كل الرسائل اللي نحن نقولها ولا هذا توصل لمختلف فئات المجتمع وعلى فكرة يعني هذه في الأساس يعني كل الدول المتقدمة كل الدول اللي تهتم بشعبها تهتم بناسها قاعدة تتوجه مثل هذه التوجهات ترى في الأساس مو بني أنا أعالج في الأساس أني أنا أقيق من العلاج هذا وهذه الاستراتيجية اللي تسعى لها هيئة الصحة وهذه كانت بتوجيهات من حكومتنا الرشيدة يعني يا جماعة الخير مثل هذه الرسائل أنا ما أغير أقول عنها سلبية لكن نحن لما ننتقد ننتقد لي وضع يعني الناس جدام جدام شوي أن يبتدون أن أنهم يبتدون قدر الأمكان ينتجون بإيجابية خلنا نشوف المسألة بإيجابية بعبد الله أنا شكر لك هذا التواصل وإذا الفلر عندك ملاحظات عليه بعد تقدر على طول توجهنا يعني إذا عندك أفكار يديدة بعد ليش لا ممكن نسمعها وأتمنى من الكنترول يا جماعة الخير كلموا بعبد الله شوفوا يمكن عندها أفكار يديدة يمكن عندها بعض المواضيع اللي ممكن يفيدنا فيها فنحن وايد نسعد بهذه المسيجات بعبد الله دائما يرسلنا رسائل يعني أنا مستغرب اليوم ليش شوية هاي السلبية بس عادة دائما مداخلات موثرية عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم على أمل نلقاكم إن شاء الله في الغد مع موضوع جميل وموضوع آخر وفلر يديد بعد في مواضيع توعوية كثيرة واللي يبغي يتابع هذه الفلرات ممكن عن طريق حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي دي اتشي اندرسكور دبي تويتر وانستجرام وحتى باقي الوسائل وفي اليوتيوب كذلك إلى الملتقى إن شاء الله في الغد وفي الختام نقول لكم لأنا ما شكرت الشباب لحظة خالد محمد من الاخراج أشواق ونور من التنسيق وكل الشكر لضيوفنا اللي كانوا معانا وهذه تحيات محمود يوسف العلي ودمتم بصحة وسعادة لأن المخرج عصب يلا مع السلام صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي